تحياتي للجابع موضوعنا اليوم هو موضوع الرفاهية في الصحراء المغربية هذا الرفاهية هذي بطبيعة الحال منك تسوي شي واحد من مثلا من المناطق المجاورة للصحراء المغربية يقول لك على ان الصحراء عايشين بخير وعلى خير وكذا وكذا عندهم الكرطيات عندهم هذي عندهم من اللي تجي تشوف في الحصاء ديال الكرطيات تجد على انه لا يتجاوز ستالاف كرطيات هذي الكرطيات هذو مخرجين فقط كيعتبرون على انه مخرجين فقط للناس اللي معاقين وكذا وكذا ولكن في الاخير ولو الناس يشدون من الناس اللي ولو محتاجين بشكل كبير يعني فقاراء الى اخره هذ ستالاف كرطيات اللي اللي كعينة في الصحراء خاصة تحيد منها واحد العدد ديال ميتين وخمسين الف ناس سامع في الاحصائيات ديال الفين وخمسطعش في جهة العيون الساقية الحمراء اذا اه كتجي ايضا لبعض المعارضين مثلا اللي كيبغوا مثلا يركبوا على الموجة ديال ومعاناة ديال الناس وكذا بينهم شبهة البوليزاريو كيقول لك على ان المشكل مشكل مع المغرب وكذا هذا كذب هذا كذب وهذا نفاق مشكلتنا احنا مع المفسدين مشكلتنا مع المفسدين اللي في الصحراء ولكنتوا ما تقدوا تكلموا على المفسدين اللي في الصحراء لانكم زين عندكم ذاك الشيكة عدلوا فينا لانهم صحراويين لان الدافع ديالكم انتم دافع عنصري دافع عرقي شوفيني بالدرجة الاولى لانكم عنصريين اولاد تغمقوا علينا احنا تبقوا تبيعوا الناس العجل وتبقوا تدو تدو الناس في اطار ديال ان يظلم عندهم علاقة بها اش بينو بين احنا شي بوليزاريو واش بينو بين شي جزائر احنا مشكلتنا مع المفسدين ديال الصحراء ولهذا اي مناظل ولا اي واحد من الايمة ديال حق الانسان هذو كل ادلوا بقاو قولوا الحقيقة للناس مشكلتنا احنا مع المفسدين وهذك جبهة البوليزاريو اللي كتدفع عليها وكتحاولوا توهموا الناس وكتسوقوا لهم الوهم على ان الحل اللي كان في جبهة البوليزاريو انا كان اعتبر على ان هذو كل الصحراوين اللي حاكمين نحنا في الصحراء في طار حكم ذاتي ولا جهوية كان اعتبرهم مجرد منظومة صغيرة او نموذج صغير الجبهة البوليزاريو اللي تتسعوا باش تحكمنا باش تحكمنا بطرق طرق قابلية وغادي نشرح لكم بحلشة الطريقة القابلية لان هذو كل الناس اللي مستافدين في الصحراء شكون الاعيان وشوخ القابل هما اللي مستافدين كيتخلصوا المخير فيهم كيتخلص خمسة عشر الف درهم هي القليلة في الشهر اللي بخير فيهم زيد على ذاك امتيازات ديال الكرطيات اللي كيشدو هو كيف يفرقوها على اولاد عمم المقربين زيد على ذاك اصحاب الفوسفات تكون خدام في الاغلبية صحراويين دير انهم واحد القانون في الفوسفات على انه من حق اي واحد مات وكانوا موظف في الفوسفات ولا شتى قاعد يخدم في بلاستو ولدو ولا منتو هذي كلها مسائل اللي خاصة تبدل ولكن توما يجبت البوليزاريو الهدف ديالكم هو تبيعون العجل بتوقعوا وتوهمونا تبيونون على إن الحل ديالنا هو نحكموها بطرق عرقية في اطار جمهورية صحراوية مالذي يسمى جمهورية الصحراوية كان مجموعة من القبعده يحكمو الصحراء وهذ القبعده الى حكوموا بالانتخاب ؟ ؟ ؟些 فلأ blue hate ستلاف Labour سيقتار وديروا حكوموا وستلزي ve occasionally ستلزدهم ونحن كنشوفو فالصحراء عندنا في المكات ق guns انتخابات كيبالنا كل شي كل شي رفض الحصى على الثاني كلها بغيت دابز مع الاخر هذا قابلت فلان وهذا قابلت كذا ويعني انتو ما كتسوقنا الوهم ولا انتو ما كتسوقنا الوهم احنا من حقنا نحاسبو دي لامكم على الوهم لكتسوقوا في المجتمع دياننا جاينا هنا كتغمقوا علينا وكتسوقوا الناس الوهم يبني كالبون زيد على ذاك غاد يمشمل للمنتخابين اي واحد شد الحزب كيبقي يورث المناصب الحزبية هنسيبوها اختوها باهموها ما نعرفش شنوها وولدوها منتوها ياتوا ما كتبيعون كتبيعون العجل ياولاد كتبيعون العجل زيد على ذاك امملي شكو اللي مزال هاد الشي اللي عندنا حنا يا عدنا منتخابين اعيان شكيقولوا الفوسفات هاد الشي اللي عندنا حنا يا الصحراء غاد تقولي الوظيفة العمومية الوظيفة العمومية لمؤسسات فيما تجاوزوا العدد ديال الوظائف العدد المسبوع بيه في القانون على حسب النموة الديمغرافي وعدد الساكنة وكذا كيقول لك على ان الوظيفة العمومية لمؤسسات العمومية وظفة كثر من 20% من داك العدد المطلوب يعني بحالش غادي تبيعون العجل بحالش وجيينك تبيعون العجل هنا هنا ياولا شدو معنا الصف اللي شدو معنا الصف ووعو الناس وفيقوهم يعرفوا على ان المشكلة ديالهم ماشي مع المغرب لان المغرب ما عندوش منظومة قبالية في المناطق الاخرى ولكن الصحراء فيها مشكل ديال منظومة قبالية وخصكم تديروا اعادة الهيكالة وتوعو الناس وتعرف على ان مشكلتنا احنا يا مهم على المغرب مشكلتنا ما عندوش جيهات ديالنا حاكميننا هادوك الصحراوين لما عمرش واحد قال الصحراء انا صحراوين قول لكم انتم الصحراوين انكم كتسيروا الصحراء بمفاهم عرقية ومفاهم دينية وكتجتبية ونحن العجل كتسيروا بمفاهم قبالية الى ما عمرش واحد قال هلكم الى ما عمرش صحراوي قال هلكم انا صحراوي نقول هلكم كلكم مولاد كاينة واحد الاقلية ديال الشراء فبغاد تدير تغيير ولكن ما امن غاد تدير تغيير معجبة البوليز ذلك تسوق حتي المفاهم عرقية وقبالية ديال الصحراويين وكذا نفس الشيء نفس الشيء غير واحد غير في الصحراكين منظومة صغيرة صغيرة ديال ديال اعيان وشيخ القبائل وجبت البوليزاريو كتسوق لك حكومة لقدها فيها فيها اشخاص من جامع القبائل نفس نفس الخيطة بولاد المواطنة في نهاية المعنى ديال كمواطن اللي ما خاصش تمارس علي لا لا عنصرية ديال الدين ولا ديال العرق ولا ديال لون ولا اي تمييز ما خصكش تمارسه على شيء مواطنة المواطنة اللي كان عرفه أنا وكان عتعرف بيها وهذا هو اللي كان في المغرب المغرب ما كانت تلقاش في المؤسسات هذاك ولد ولد فلان من قابلة كذا وهذاك وما مدورينا مبيناتكم واحد جوش تلقيوش واحد عشرين في العيان واحد ما عرفت واحد الخارطة ديال المنتخبين فيها ما عفشي خمسمية ولا ما عفش حال ومدورينا مبيناتكم ولعبين وملاعبين نحن ذاك اللعب ديال والو وكاتجو وكاتقولوا في الاخير الكرطية خصنا كان نحيدوا هاد ستالف كرطية كانوا نوقفوها على حساب كيقول لك كيقول لك واحد الوجهة ناظرة اخرى ديال واحدين كيعتقدوا عنهم ومثقافين والله ما عفش كعس بيريوصب كيقول لك حنا يا حنا يا سيدي رخصنا نديروا واحد نوقفو هادشي لأن هاد الكرطية كتعلم الناس الكاسل شوف بحالش بغوا يبيعهم العجل باش الناس تزداد فقرا ويبقوا في الانتخابات يعطوهم مية درم وميتين درم باش يصوتوا عليهم شوف استراتيجية بحالش شوفوا الخبث فين كين ديالا دولة بدل ما تعاونوا الناس وتدعموه حتى توقف على رجليه وتعود على الأقل بعد الإنسان يكون مستقل في القرار ديالو خاص الإنسان يكون مستقر مستقل في قراراتو ماشي كي تسنك انت من قابلة كذا تعطي مية درم باش يصوت عليك هذا هو هذا هو هذا بالمشكلة احنا احنا فيه مع ذاولا ومزالوا كي يجو كيبيعون العجل وكي سوقونا الوهم وانا كلوم جبهة البوليزاريو بالدرجة اللولى جبهة البوليزاريو انتم مورا كتفشونا الروايض كتفشونا الروايض باش نساهموا في الإصلاح ونحقوا الرافاهي الصحراويين ويعرفوا مشكلتهم على انها ما يمعجب ما يمعى المغرب مشكلتهم مع العرقية ومشكلتهم مع القابلية ولكنتم مورا تفدين من هذا الشي لان اي معاناة ديالشي صحراوي كتخدم الاجندة ديالكم مورا اي معاناة ديالشي صحراوي كتخدم الاجندة ديالكم وخاصكم تعترفوا بها وزين عندكم ذاك اللي كيعدلو فينا المفسدين الصحراويين زين عندكم زين عندكم لانكم كتتقاسموا معامل اجندة ديال المعاناة وقد تقاسموا معاهم حتى العرق تقدرواش تتكلموا في هذا الشي وما تقدوش تقولوا يا بني كلكم بحالهم سياني لا فرق لا المفسيد ولا جابة البوليزاري وكاملين تأسستوا على الفاساد باش يبقوا قاهرين عباد الله فمهم تكرفصين عليهم وانا ماشي كنتاقد وكنقول علي انه صافيا احنا قادي نراكا نتاقدها ككو صافيا انه الى جميع المستويات في الصحراء شوف انا جيت لمستوى الثقافي لا محل لنا من الاعراب ما كان حتى عام ما كان فرزو حتى شي فنان مشهور وكيدير صهارات في بلايس وكيديره جاماهير ويعني عنده وزن في الساحة الثقافية في المغرب ما هو عندنا الى جينا الاقتصاد الدولة والا تكاتعطيه من جيبها باش تمولنا احنا غتقول لله رأس الصحراء فيها وفيها ما فيها والو طون ديال الفوسفات كيدير تلتالف درهم وكان طيلة هاد السنوات الماضية ما كيدجاوز حتى الف درهم طون ديال الفوسفات كماد دخام كيبيعوها ويجي تقول لي يا نار الصحراء غانية اللي بحرش فيه فيه الحوت الحوت اش اش غادي اش غادي اقول لي يا نار الحوت هذا اش من اقتصاد غادي ترفض به اش من اقتصاد يودي الحوت كين باع الكيلو بخمسة درهم والله جوج درهم اش من اقتصاد غادي ترفضوا بالحوت رأى الرخصكم تفهموا على ان المجتمعات اللي قاعدة بيضرب بها المثل اللي لقنا السويد ولا لقنا شي دولة ومعنا عرف بحالة جديرة يضرب بها المثل من ناحية الرفاهية ومن ناحية يعني القوة ديالا الاقتصادية رأى كاتصيفت لك غير تيليفون تيليفون واحد يصيفت لك الى جي تشتوا كامل تحيد الججاج اللي فيه تحيد البلاستيك وتشتوا وتديرلو وتعبرو كتلقا ماواصل حتى مية قرام وانت شاريه بعشر الاف درهم يعني وقبض انت هذا عشر الاف درهم لشاري بيعتي يليفون وقارن انت مع طون ديال ديال الحوت اللي غات بيعوا بثلتالاف درهم ولا الفين درهم ما نعرف تش من دولة وقارنها مع واحد ثلتالاف درهم باش بيعطون ديال الفوسفات يعني لا مجال المقارنة اقتصاد كيوقف بالسياحة كيوقف بالسياحة هذوك المفسيدين مطالبين على انهم يديروا منتجات سياحية احدى العيون وتعود العيون منطقة جذب الاقتصاد كيوقف بالفلاحة هذه كلها مكونات مع بعضها كتخلق فرص ديالشغل وكتنمي الدولة وكتخلي المجتمع كتخلق حتى وظائف جديدة في المجتمع ستقول لي الفلاحة لا تركنا لأن given لا يوجد اي انتاج ما كان حتى شي انتاج في الصحراء ديال المثال اللي هي مهمة اللي غيستفاد منها المغرب ولا تستفاد منها مناطق أخرى ولا اللي غيستفاده منها حتى أهلها ما هي كاينة وتجي في الأخير وكتقول لي يا ناع الحل في جبهات البوليزاريو ما نودي حل عندكم وإحنا عدنا نموذج ديال نموذج جهوية صغيرة كتسير بنفس المفاهم التي تتداول داخل جبهات البوليزاريو وكتجي وكتقول لي يا ناع رأى الحل في الجمهورية احنا كان عدنا مشكلة مع مجموعة من المفسيدين على الأقل مفتوحنا واحد الباب ديال المناورة ونثبتو ذاتنا نسافروا لمناطق أخرى في المغرب في مناطق أخرى للمغرب نقدو ندبرو فيه على ريوسنا تجي انتا يتعزل لي يا ناعنا من عند مدينة طاح والله منطقة طاح حتى الغرقارات وتقول لي ودير حكومة كبيرة وتعزني يا ناعفمه وتحبسني وتخليني يا ناعفمه مضابز مع القابائل هذا من نايت الحسن هذا من رقيبات هذا من الزرقيين هذا من ايتوسة هذا ما نعرف كلهو من وين ما نعرف من وين باغي باغي حتى هو يحكمها وتجي تقول لي يا ناكسك تبقى هنا ترى هذا هو الحل هذا ما هو حل هذا ما هو حل هاي الفكرة جانين ميت جانين ميت وخصكم المناظرين والأعمة دي الحق الإنسان واشبه المناظرين تخلوا على هاد الأفكار هذي وتنخارطوا معنا في الإصلاح ونعرفوا على أن العدو ديانا هم أولادنا نهار اللي تشتون نهار اللي تولي عندكم هاد الأفكار هذي كونوا عليقين غادي تشو بعيد إلا عدتوا غير بحال هكا كا تضوخونا راكمتوا ما يا جابات البوليزاريو لا تختلفون عن هاد المفسدين وبلما نطول عليكم شكرا شكرا